سلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب وكونوا بخير? النهاردة معادنا مع القتة او القثاء. احد انواع الخضروات لها مسميات كتير في بعض الدول العربية. فيه ناس بتسميها الفقوس وفيه ناس بتسميها الخيار المصري. ايا كان المسمى دي شكل السمار اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. ايا كان مسماها في الدول العربية المختلفة. هل هي فعلا تعتبر من الطعام الادنى عديم الفائدة اللي مفروض نستغنى عنه ونخرجوا بره برنامجنا الغذائي ولا المفروض نتغذى عليها لان هي بتحتوي على مغازيات كتير. ده اللي هنتكلم عنه نهاردة ان شاء الله بسرعة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا كل دعاقنا وكل قلوبنا مع اهلنا في غزة ربنا ينصرهم ويصبت اقدامهم انه سبحانه وتعالى هو وليه ذلك ومولاه. في البداية كده هل القثاء او القتة تعتبر من الطعام الادنى اللي المفروض ان احنا نتجنبه لان هي من ضمن الخضروات والمفروض ان احنا مناكلش خضار. من ناحية العلمية مفيش اي جهة علمية في العالم قالت كده ومفيش اي جهة طبية او صحية او اكاديمية في العالم قالت ان الانسان المفروض يتجنب الخضروات بالعكس كل المواقع الطبية وكل المواقع العلمية بتوصي باستهلاك الخضروات سواء الخضروات الطازجة او الخضروات المطهية وخصوصا كمان الخضروات الطازجة يعني طبق الصلاة اللي تكلمنا عنه في حلقات قبل كده. اما بخصوص استخدام الدين او استخدام بعض الادلة الدينية او معنى اصح لو يعنق بعض الادلة الدينية عشان اقناع الناس بحاجات ما عليهاش دليل فالمفروض ان الانسان اللي يتلقى المعلومة يكون عنده تفكير نقدي وما يصدقش اي حد يعني مثلا ما جاقول ان الفول والتوم والبصل والخضروات ومنها القتة من الطعام الادنى عشان الاية اللي بتقول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير لازم نسأل نفسنا سؤال الاية دي نزلت في حق مين نزلت في حق بني اسرائيل امتى لما ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم المن والسلوى فهم زهقوا من المن والسلوى اتبطروا على المن والسلوى وطلبوا طعام عادي السؤال بقى حضرتك من بني اسرائيل الاجابة لا حضرتك بينزل عليك من وسلوى الاجابة لا المقارنة هنا ما بين الطعام اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلوا على بني اسرائيل في فترة زمنية معينة يعني انعام مباشر من غير اسباب والطعام العادي بقى الناس بتاكلوا في دنيانة دلوقتي اللي هو مرهون بالاسباب لازم يكون في مزارع بيزرع الارض والارض دي بيطلع بعض الثمار والثمار دي احنا بناكلها سواء كانت فاكهة او خضار فاستخدام الاية في غير موضعه والمفروض ان الناس يكون عندها عقل اكبر من كده ان هي ما تصدقش الكلام ده ولو هنستخدم بقى ادلة دينية صحيحة هنلاقي ادلة صحيحة ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يتناول الرطب بالقثاء والاحاديث دي مقودة في كل القطب الصحيحة يعني معنى كده ان الرسول نفسه كان بياكل القتة او بياكل القثاء وانا صراحة ما كنتش عايز اتكلم في الجزئية دي ولكن في ناس كتير بتسأل عنها فكنت لازم اجاوب على الناس اللي بتسألني لو هنيجي بقى للقيمة الغذائية القتة والخيار بتعتبر من الخضروات كثيرة الماء قليلة الصعرات الحرية يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بتشتغل عمل بدني بتتمرن هتصوم فترة طويلة عن القتة يعتبر اخر وجبة لو فيها قتة او فيها خيار بيكون مفيد جدا لان القتة والخيار بتحتوي على كمية كبيرة جدا من المية وده بيعمل ترطيب للجسم وبيخلي الجسم في حالة نضارة مستمرة كمان برضو القتة بتعتبر من الاطعمة القليلة الصعرات الحرية واللي بتحتوي على كمية كبيرة من الالياف وده بيقلل مستوى السكر في الدم يعني تعتبر طعام مثالي لمرضى السكر وفي نفس الوقت برضو الالياف اللي موجودة في القتة بتحسسنا بالشبع يعني بتحسسنا بالامتلاء وكمان برضو مهمة لصحة الجهاز الهضم كمان برضو القتة بتحتوي على فيتامين ك وده مهم جدا لصحة العظام كمان برضو القتة فيها ماغنيسيوم وفيها كالسيوم والعنصرين دول مهمين جدا عشان صحة القلب والشريين وكمان برضو القتة فيها بعض مضادات الاكسادة المهمة جدا لصحاتنا واتكلمنا عن مضادات الاكسادة في محاربة الشوارد الحرة في حلقة البصل الاخضر اللي ما شافش الحلقة هنسبها لكم في اول تعليق يعني الاتة باختصار تعتبر من الاطعمة الموسمية الكويسة جدا لصحتنا بتقلل سكر الدم بتحتوي على كمية مية وبتحافظ على نظرة الجسم ونظرة البشرة والوجه بصفة خاصة كمان برضو الالياف اللي فيها بتحسسنا بالشبع وده بيقلل كمية الوجبة اللي احنا ممكن ناكلها لو الوجبة دي كان معاها اتة او خيار لان الاتة بنتعمل خيار وكمان برضو الاتة من المحاصيل اللي ما بتزرعش في السواب قوي زي الخيار وبالتالي هتزرع في الحقل المفتوح ودايما المحاصيل اللي بتزرع في الاوبنفيلد او الحقل المفتوح بيخليها اقل عرضة للتعرض لبعض المبيدات لان المحاصيل اللي بتزرع في السواب بيكون رطوبة عالية وده بيخليها تترش مبيدات اكتر احنا هنا بنقول ان معدل رش المبيدات في الحقل المفتوح بيكون اقل من احتمالية وجود متبقيات المبيدات في محاصيل السوب يعني خلاص حلقتنا النهاردة القتة بتعتبر من الخضروات المفيدة جدا والجيدة جدا لصحيتنا بصفة عامة سعراتها قليلة بتقلل سكر الدم بتحسسنا بالشبع فيها مضادات اكسادة وبتحتوي على كمية موية كبيرة جدا بترطب جسمنا كله بالذات الوجه والبشرة يبقى منين بقى بنقول ان المفروض ان الانسان ما يكلش قدار المفروض ان احنا لما نيجي نسمع اي كلام بيتقلنا المفروض نمرره على عقلنا شوية ونبحث في الكلام اللي بيتقلنا عشان ما نصدقش حاجة معليهاش دليل يا رب اكون اداد تفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة ونشوفكم على خير الفيديو الجاي